قيل إن اختلف اللصوص على تقاسم المال تقاتلوا وكشف أمرهم فما هو الحال إن تصارع السياسيون على المكاسب وأحرقت صناديقهم دارت عجلة الانتخابات الأطول في العالم مدة وأقلها ربما مشاركة شعبية فطحنت تحتها نوابا خاسرين ورفعت قسما آخر فبدأت موجات الاتهامات بالتزوير تتلاطم وعلت صيحات الأحزاب كل ينادي بحصته أحد أركان الأزمة هو البرلمان الحالي الذي صادق على إجراء عد وفرز يدوي لأصوات الناخبين لدفع شبهة التزوير ثم نادى بتمديد عموره الذي ينتهي نهاية حزيران الجاري فرفض هذا المقترح بعض وأيده بعض آخر لكن إرادة إنهاء عمل البرلمان يقول الميدان إنها انتصرت بعد فشله بعقد جلسة استثنائية الخميس للخروج بقرار يمدد عمله قبل نهاية ولايته الدستورية يوم السبت المقبل فشل الجلسة أرجعته مصادر في مجلس النواب إلى اتفاق تحت الطاولة يلغي قرار التمديد مقابل مكاسب سياسية للخاسرين وتحديد الرئيس المجلس سليم الجبوري الذي قالت عنه صحيفة الأخبار اللبنانية إنه عراب صفقة تنهي أزمة الطعن بنتائج الانتخابات نتيجة حراك سياسي مكثف لتقاسم المناصب الصحيفة أكدت وجود قرار بين الكتل السياسية لعادة الجبوري إلى المشهد وتسليمه رئاسة البرلمان من جديد على أن تطوى صفحة تزوير الانتخابات ويسلم بالأمر الواقع لا سيما وأن الاتهامات بالتزوير طالت جميع الكتل السياسية دون استثناء ليخلص المشهد برمته إلى معادلة بسيطة طرفها خاسر يملك أوراق ضغط وفائز لديه ما هو قابل للتنازل فيعرض هذا ويرضى ذاك وتبقى إرادة الشارع خارج المعادلة